أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة منذ إعلان تحالف بدأ عمليات العسكرية في اليمن إثر انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها ساءت وتضررت الأوضاع في البلاد من كافة النواحي المنافذ الجوية البرية والبحرية تضررت هي الأخرى من تبعات الانقلاب وتدخل التحالف في اليمن إذ فرض التحالف قرار إغلاق جميع المنافذ الجوية ثم المنافذ البرية والبحرية بحجة منع تهريب ميليشيا الحوثي للأسلحة إنعكس هذا القرار بشكل كبير على المواطنين حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية بالإضافة إلى الصعوبة التي واجهها الراغبون في السفر من وإلى اليمن تدمر مطار صنعاء في الأيام الأولى من تدخل التحالف وحول الحوثيون مطار تعز إلى ثكنة عسكرية بينما تحول مطار الريان في المكلة إلى معتقل ومقر لقوات التحالف ومازال مغلقا حتى اللحظة رغم الوعود المتكررة باستيناف رحالات منه إضافة إلى أن أبواب مطار عدن صارت معرضة للإغلاق المستمر مع كل دورة عنف تشهدها المدينة اضطر هذا الأمر المواطنين الراغبين بالسفر إلى قطع مئات الأميال إلى المنافذ البرية كمنفذ الوديعة الرابط بين اليمن والسعودية ومنفذي شحن وصرفيت الرابطين بين اليمن وسلطنة عمان وهناك ينتظرون المسافرين تصريحات العبور لفترة قد تصل أحيانا لأسابيع عن إغلاق المنافذ الجوية والبرية أمام الراغبين بالسفر من وإلى اليمن سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المنص لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم نشاهد هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من بعض شوارع المدين اليمنية في ظل دخول الحرب في اليمن عامها الخامس هناك تعقيدات كثيرة ومعاناة كبيرة يعاني منها المواطن اليمني جراء إغلاق المنافذ جراء الحصار البحري والجوي الشامل لليمن هناك معاناة اقتصادية وإنسانية هناك الكثير من المرضى يعوقهم عدة أمور منها إغلاق المنافذ ومنها عدم امتلاك المواطن اليمني إلى جواز وهناك معاناة كبيرة شرحها الصحفيون والإعلاميون عن موضوع الجوازات دخلت الحرب كما قلنا عامها الخامس ولازال اليمني يعاني من هذه التعقيدات من هذه المعاناة والكارثة الإنسانية إذا كانت الحرب لازالت قائمة والصطول أبعد من ذلك نرجو من المعنيين بالأمر أن يعملوا حلول ومعالجات لموضوع المنافذ حتى يتسنى الأمر للمواطن اليمني على الأقل أن يتسهى الأمور العلاجية والسفر والدراسة وما إلى غيره من هذه الأشياء طبعا الحرب طالت واليمنيون عالقون في أكثر من منفذ لا يجدون أين يذهبون مرت أكثر من أربع سنوات وهناك منفذ بري واحد هو منفذ الوديعة مع المملكة العربية السعودية المطارات مغلقة كان هناك مطار عدن لكن ما حدث مؤخرا أو ما حدث من خلال سيطرة الإمارات عطل المطار وبقي مطار سيئون بطائرتين فقط مهترئتين شكلت هذه الأحداث ضغوطا كثيرة على المواطنين اليمنيين منهم من يريد أن يذهب للعلاج لكنه لا يستطيع الذهاب بسبب هذه الأشياء تراكمت الضغوطات على اليمنيين ولاحظ ما كيف توفي المواطن اليمني في مطار الأردن عندما لم يستقبله أحد هذه أيضا من ضمن الضغوط أصبح اليمني مهان في كل مكان لا يستطيع أن يذهب إلى الخارج وعندما يصل إلى الخارج يلاقي معاملة سيئة بسبب الأوضاع المنافذ كلها مغلقة للمنطقة وضع الدائر في اليمن وما هو مفروض على اليمن من حصار من أجل القضاء على الميليشيات فأنا أطالب من قيادة التحالف عدم الحصار على بعض الحالات كحالات المرض وكحالات الإسعاف وكالحالات الإنسانية نحن معا حصار الميليشيات ضد المخدرات وضد تهريب السلاح لكننا لسنا معا التحالف في أن يظل اليمنين عالقين في أي مطار أو في أي مكان في اليمن فكرامة اليمنين عندنا هي أهم شيء ونحن ما نقاتل الميليشيات إلا من أجل الكرامة اليمنية فتح المنافذ البحرية والجوية ولكن بضوابط لا تمنع وصول الأسلحة والمخدرات إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية التي عادت في الأرض فساد يحتاج الشعب اليمني إلى فتح المنافذ البرية والبحرية في أسرع وقت المعاناة الإنسانية اليوم على أشدها الشعب اليمني يحتاج إلى الوقود يحتاج إلى الأدوية يحتاج إلى كثير من البضايع والسلع التي لها سنوات من دخولها اليمن أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ونبدأ الحلقة مع إبراهيم القاطبي الناشطة المعروفة الذي ينضم إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية مرحبا بك سيد إبراهيم مساء الخير أهلا أهلا وسهلا مرحبا بك ومشاهدينك الكرام أهلا بك إبراهيم هل هذا الحصار الخانق المفروض على اليمن واليمنيين منذ خمس سنوات إبراهيم هل هو بصالح معركات استعادة الدولة فعلا هذه هي إبادة ضد الشعب اليمني تعتبر إبادة جماعية ومخالفة للقانود الدولي والإنساني وهي جرائم ضد اليمنين هناك حصار مطبق على اليمنين كل الأحصائيات الدولية تقول أنه 80% من الشعب اليمني معتمد على الأدوية والقذاع المقدم من المجتمع الدولي هناك الأمراض هناك اليمنين لا يستطيعون الدخول والخروج إلى بلدهم بطريقة حرة ومباشرة فلذلك هذه جرائم ضد الإنسانية جرائم ضد الشعب اليمني وهي جرائم ممنهجة كل التقارير الدولية تقول أن الحصار المطبق على الشعب اليمني هو حصار ممنهج وأصبح أداة من أدوات الحرب التي تقوم بها دولة العمارات والسعودية ضد الشعب اليمني وأيضا هناك تقارير أخرى مهنية وعالمية من جامعات مرموقة تتحدث أن الحصار هو حصار ممنهج لتركيع الشعب اليمني ولحصاره ولإذلاله من أجل القبول بأي تسويات إقليمية أو دولية فلذلك هذا تعتبر جريمة ما يحدث للشعب اليمني في الخمس السنوات الماضية هي جريمة ضد الإنسانية هو إحانة للشعب اليمني هي محاولة كسر الشعب اليمني هي أيضا تدمير للجيل القادم الذي لا يستطيع الحصول على الأدوات المدرسية ولا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة ولا يحصل على الأدوية ولا على الغذاء ولا على المستزمات التي هم بحاجة إليها فلذلك أيضا هو تدمير للمستقبل والشباب اليمني والجيل القادم إبراهيم إذا ما تحدثنا عن الميليشيا كأحد أسباب ما يحصل في اليمن لا نستطيع التعويل أو العتب عليها لأنها مجرد ميليشيات ربما ليس لها ذلك الخيار الذي قد ربما نعاول عليه في العتب وأيضا كذلك التحالف ولكن الحكومة الشرعية هي المسؤولة الأول عن هؤلاء المواطنين كيف يمكن أن تتحمل المسؤولية الحكومة الشرعية خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو من المفترض أن تكون خاضعة لسيطرتها كعدن مثلا الواضح أن الميت لم يعد الفائدة في جلده الحكومة الشرعية هي ورقة ولم تعد حكومة حقيقية من يتحمل تلك الجرائم وهذا الحصار هي أو نظامي السعودية والإمارات كونهم من يتحكمون بالمطارات والموانع في المناطق التي كان يفترض أن تكون محررة وهي اليوم تحت الانتداب السعودي الإماراتي وأيضا المجتمع الدولي مسؤول عن تلك الجرائم فنحمل هؤلاء الجهتين بالدرجة الأولى المجتمع الدولي والنظامية السعودية والإمارات ومن ثم تأتي ما يسمى بالحكومة الشرعية وهي أصلا ليست حكومة هو مجرد فريق عمل يعمل من المملكة العربية السعودية وهم شركاء كلهم شركاء في الجريمة وإبادة الشعب اليمني وتجويعه والحاق الضرر به كما تعرفي المستشأة والهمين العام المساعد للأمم المتحدة قبل فترة يقول أنه وصلت حوالي 1200 كنتين مليئة بالأغذية والطعام من المجتمع الدولي وتم حجزها من قبل الإمارات في ميناء عدن ومن ثم لأكثر من شهرين وأصبحت المواد فيها تالفة فلذلك لا نستطيع أن نقول لا نسمي هذا التحالف تحالفا بل هو مليشيا تكترف بحق الشعب اليمني الإبادة والإحانة والتجويع إبراهيم بالحديث عن المجتمع الدولي المجتمع الدولي منظماته العاملة في اليمن هي أكثر من يلامس معاناة اليمنيين جراء هذا الحصار ألا يوجد مسؤولية أخلاقية على المجتمع الدولي للضغط كونه لديه القدرة والإمكانية للضغط على دول التحالف خاصة السعودية والإمارات لحل حالة هذا الملف فلوفنت هذه الأمور أولا المنظمات الدولية كما تعرفي ويعرف المشاهد الكريم يعملوا بالطريقة التي هي أن 60% من المعونات الدولية لتلك المنظمات الأممية أو غيرها تذهب إلى التشقيل أي أن المؤسسات تكسب تلك 60% ومن ثم 40% للمواصلات وغيرها لا يصل للشعب اليمني من المعونات التي تقدم من المجتمع الدولي ولا حتى حوالي 20% فلذلك هي لم تصل أولا ثانيا بات معروفا أن المنظمات الدولية عندما تعطيها الإمارات والسعودية بعض المال تسكت عن الجرائم وتسكت عن ما يقوم به هذا التحالف من مخالفة للقوانين الدولية ومنع دخول المواد الغذائية والطبية وماذا تسكت عن تلك الجريمة وعندما لا تحصل على مزيد من الأموال تبدأ تتحدث عن الانتهاكة التي تحصل بحق الشعب اليمني هذا من ناحية فالمجتمع الدولي من الناحية الأخلاقية والقانونية مسعول عن ما يجري في اليمن لكن بالدرجة الأولى من يتحمل تلك الجرائم هو من يتحكم بالمطارات والموانئ ومن يتحرك بالأجواء اليمنية ويمنع دخول الطائرات والمعونات الإنسانية وهي على وجه تحديد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات صحيح إبراهيم يعني لا يعقل أن 30 مليون نسمة لا تستطيع الحصول حتى على طائرتين وأكثر يعني هذا بحد ذاتها جرائم ضد الإنسان صحيح إبراهيم القاطب كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك مشاهدنا الكرام اتصل أخر من عمر الحياني وهو صاحب وكالة سفر ينضم إلينا من صنعام مرحبا بك عمر مساء الخير مساء النور أهلا بك عمر كونك أنت صاحب وكالة سفر بالتأكيد أنك مطلع على معاناة اليمنيين من هذا الجانب صف لنا الوضع عمر والله يوثل الحصار المفروض على 30 مليون نسان جريمة ضد الإنسانية يعني التحالف وحكومة هذه مرسوا الحصار على 30 مليون بدون أي واجح إنساني تجاه هؤلاء المواطنين الذين يعانون المشقات والمتاعف في وصول إلى خارج حدود اليمن أو حتى التنقل بين الحافظة فالمواطن مثلا لما يساقر من صنعاء إلى عدم يحتاج إلى 18 ساعات إن كانت المساسات تقطع بأربع ساعات فقط أو في بعض الوقات ثلاث ساعات ونصف وتمر عبر منطق ضيقة بين جبال مرتفعة وتحديث فيها بعض الوقات اشتباكات يعني عنيفة ويعرض حياة المسافرين للخطر المسافرين المددين للخطر إلى جانب حدوث كثير من الوفيات نتيجة السيول التي تحديث في أوقات الصيف والخريف في اليمن حدثت كثير من الوفيات وجرف العديد من ناقلات البضايع والمواطنين في منطقة مثلا حيفان وعيدة العابد والقبيطة يعني المواطن لما يساقر إلى خارج اليمن يشعر بالتعب والإرهاب الشديد جدا كأنه بدل جهد غير عادي للوصول إلى خارج اليمن عبر هذه المناطق الشديدة التي تعتبر ترابية وغير معقدة وخطيرة جدا يعني في السفر الحصار المخروض يعني على 30 مليون إنسان في المحافظات الشمالية والتي نشارك فيها كمان بعض أخواننا في المحافظات الجنوبية تعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة أخلاقية لا بد من إدانتها وإدانة التحالف والعدوان الذي يعني يمارس هذا العملية الإجرامية في حق الات المواطن وخاصة أصحاب المرضى والصلاب والتجار والرجال الأعمال الذين ما زالون يعني قامون في اليمن شفن أو بآخر توجد هناك حالات إنسانية صعبة جدا وسطها نتيجة هذا الحصار يعني الخانق وهذه الممرات الغير الإنسانية نعم إذن عمر الحياني كنت معنا من صنع شكرا جزيلا لك شكرا أنك كنت معنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام حتى تصلنا إتصالات نذهب لي متابعة تعليقاتكم على الموضوع عندما قمنا بطرحه على مواقع التواصل الاجتماعي ونسترد أبرز هذه التعليقات التي وصلت عبر الفيسبوك معنا تعليق من أصلي الأحمد يقول لقد أهانوا المجتمع اليمني بكل الطرق ناهيك عن إغلاق المنافذ البرية أو البحرية نتمنى من دولتنا أن تقوم بهذا الأمر الذي لطالما تغاضت عن العمل في حلها تعليق آخر لأبو يمن الخولاني يقول أبو يمن أتمنى من الحكومة الشرعية الضغط في هذا الجانب حتى يتم فتح نوافذ أو منافذ السفر لليمنيين والتخفيف من معاناتهم تعليق آخر بن عبدالله سعيد يقول لم يسلم الصياد في البحر الباحث عن لقمة العيش ولم يسلم المريض الذي يتجرع الويلات حتى يصل إلى أقرب مطار وغياب أي دعم من التحالف لطيران اليمنية رغم امتلاك السعودية نسبة مساهمة 49.40% من أسهم الخطوط اليمنية فأين هي إعادة الأمل إن كنا كل ما نراه ألم إذن مشاهدنا نتابع استقبال الاتصالات ومعنا ماجد الشيبة الذي ينضم إلينا منفذ شحن مرحبا بك ماجد مرحبا بك ماجد هل أنت معي هل تسمعني نعم أسمع أسمعت أسمعت ماجد أنت في منفذ شحن ربما هو من أكثر المنافذ التي أصبحت متاحة أمام اليمنيين كيف هو الوضع في المنفذ ماجد هل هناك إقبال كبير على المنفذ وكيف وكم يستغرق المسافرين حتى يعبروا من المنفذ ويحصلوا على التصاريح في الفترة الماضية أصبح إستحام كبير يعني نحسات وصلت إلى ما يفارس ومعنى مجد أبواب أصبح أكبرت آلاف يمنين صلاب مرطة يعني صلاب في الخارج الصين المهند ماليجيا كل الدول الآن الوضع في المنفذ أقدم العمدري اشتغالت الآن أستدنو الأمر وبدأ مرور الناس يعني خلال من يوم الأحد تكريباً المشو والمئات من المسافرين والآن الحمد لله يعني الأمور بدأت كويسة نعم مجد كيف هو وضع المسافرين كان هناك أخبار تتحدث أن هناك ربما العشرات من اليمنيين عالقين في المنفذ نعم كانوا في عالقين ما يقالب 5 إلى 1500 مشافر في الفترة الماضية الآن يعني الآن الأعداد الأعداد بسيطة جداً من 100 إلى 150 إلى 200 شخص يتم عبورهم من 3 أيام إلى 4 نعم مجد أيضاً كان هناك أخبار أن السلطة العمانية قامت بتخفيض عدد العابرين من المنفذ إلى خمس أشخاص في اليوم ما صحت هذه الأخبار خمس أو خمسين خمسين شخص قدرات عمان قدرات عمان من الناحية من ناحية المطاقات يعني بسيطة في هذه الفترة كان فيه حديث صلى الله يأتي في كل أنحاء العالم يعني كانت إنسانيات عمان محدودة ما تكرمها تتكبل من فوق هذا أنت بدأت تذني هذا الأمر بدأت أعداد تمك تكون العدد بدأه يحبهم هذا والحمد لله لك تصال كمين أنه إذا أكون يعني أنت معانا تصوصا المرض تصوص الصلاة والصلاة في صلاة أعرفهم تجعوا من المنفذ فقدروا نعم ماجد شكرا لك كنت أريد أن أستوضح معك أكثر عن الموضوع ولكن الإتصال سيء لا أسمعك بشكل جيد ماجد شيبة كنت معنا من من منفذ شحن شكرا جزيلا لك أنك كنت معنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام إتصال آخر من طاها المحفلي الذي ينضم إلينا من الهند مرحبا بك طاها أهلا وسهلا نفسي العجيز أهلا ومرحبا بكم في قناة بلقيس وحياكم الله أنتم وطاقم القناة وطاقم البرنامج أهلا بك طاها طاها هل بتاكيد بما أنك تعيش في الهند كان لك تجربة في السفر من اليمن كيف كانت تجربتك طاها أختي العجيز تجربتي كانت مثل تجربة معظم المسافرين اليمنيين سواء كانوا طلاب أو أمراض أو تجار تجربة مأساوية لك أن تتصوري أنني عندما أردت أن أذهب إلى أعود إلى بلادي قبل تقريبا ثمانية أشهر مع أن بيتي تبعد عن مطار صنعاء خمس دقائق فقط خمس دقائق جوار المطار لكني اطبعت أن أمر عبر دولة أخرى وهي دولة أمان ومن ثم الشحن ومارب واستغرقت رحلتي تقريبا أسبوع كامل حتى أصل إلى بيتي مع أني لو كان مطار صنعاء مفتوح لن يستغرق أكثر من أربع ساعات من هنا إلى مطار صنعاء ثم خمس دقائق من مطار صنعاء إلى بيتي فحقيقة أصبحت رحلاتنا سواء ذهابنا إلى عودتنا إلى بلادنا أو رحلات أو سفرنا من بلادنا إلى دولة أخرى أصبحت هم كل يمني وهم كل مسافر وهم كل طالب هناك الكثير من المعاناة هناك الكثير من المشقة هناك الكثير من الجهود التي تبدل وهناك الكثير من المصاعب التي تلاقينا بسبب إغلاق هذا المنافذ وخاصة المنافذ الجوية نعم طه أيضا بجانب المشقة التي تتحدث عنها أيضا هناك تكلفة مادية للموضوع نعم بالضبط لك أن تتخيل أختي العزيزة أنه قبل أن تغلق مطار صنعاء كان هناك رحلات شبهة يومية أو يوميا في أي وقت تستطيع أن تذهب إلى مطار صنعاء في أي وقت وبأسعار الأخيصة لأن هناك كان هناك كثير من الشركات الطيران كان هناك مثلا شركة أو الطيران القطرية كان هناك بمائتين دولار ذهاب وإياب إلى مطار صنعاء لكن الآن يعني يكلفنا حوالي ألف دولار إذا أردنا أن نعود إلى بلادنا سواء عبر اليمنية أو عبر طرق أخرى أو عبر دولة عمان نظرا للمسافة الكبيرة التي نبقعها والأيام الكثيرة التي نستغرقها في الوصول إلى بلادنا من وإلى بلادنا فهي بصراحة مشقة كبيرة وإغلاق المنافذ بهذه الطريقة يعتبر جريمة وإسلوب أقار جماعي لأسفة من 30 مليون يمني وأيضا أختي العزيزة يعتبر حرقا للمدى 13 من قانون حقوق الإنسان الذي يكفل لكل إنسان حرية التنقل والحركة واستمرار إغلاق مطار صنعاء يخرم أيضا أشرات الآلاف من الأمراض اليمنيين من السفر لتلقي الإلاجة الخارج ولا يستطيعون أيضا هؤلاء الأمراض الذهاب إلى عدن أو إلى السيون لنظر لبعد المسافة والمشقة السفر لأنهم يعانون أمراض كبيرة فهذه بصراحة بصراحة معظم الأمراض لا يستطيعون تحمل مشقة السفر إلى عدن أو إلى السيون صحيح صحيح طه إذن برأيك من يتحمل المسؤولية وإذن الرسالة توجهها للجهات المعنية عن هذا الملف أختي العزيزة إغلاق المنافذ الجوية أمام اليمنيين لم يضر أحد بقدر ما ضر المدنيين فقط لم يضر أطراف الحرب الذي من أجلهم أغلقت مطار صنعاء أو الأطراف المتحاربة لم يضرهم شيء إنما المتضررين الوحيدين هم المساكين اليمنيين المدنيين الأمراض المساكينين والطلاب هم المتضررين الوحيدين أما غيرهم ليسا هناك صحيح وحمل دول التحالف في هذا الشيء بدرجة أولى لأنهم هم المسؤولين وبدرجة ثانية أيضا الحكومة صنعاء حكومة الحوثيين يجب أن تعطي بعض التسخيلات يجب أن يكون هناك اتفاق أحنا أصبحنا ضحية دول التحالف وحكومة الإنقلابية في صنعاء نحن ضحية ولذلك طالب منظمات المجتمع المدني وطالب الأمم المتحدة وطالب كل المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان إلى التجخل والضغط الجاد على كل الأطراش لفتح هذه المنافذ لتكون متنفذ لنا لتكون رئاتنا لا نستطيع تحمل هذه المشقة لا نستطيع تحمل هذه الأسعاب صحيح لك طه المحفلي كنت معنا من الهند شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة مشاهدنا الكرام معنا اتصال آخر من محمد عبدالله السراج الذي ينظم إلينا من تعز مرحبا بك محمد مساء الخير في البداية تهيئتي لك ولكل العاملين في هذا البرنامج الرائع أهلا بك محمد محمد أنتم في تعز ليش تي سافر من تعز كيف يعمل؟ والله للأسف الشديد المسافر من تعز اللي قاصد في السفر الخارج واجه مشاكل كثيرة بحيث أصبح الكثيرون تحت حسار ورهان مخاصر وخان فرضه دول التعالف العربي والخادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية باليمن تحت مبررات سياسية وعسكرية تخلوها التعالف كحقاب جماعي بإغلاق المناثة البرية والقوية أمام المسافرين اليمنيين الراغبين في السفر الخارجي حتى أنهم متباوزين كل التحضيرات الدولية من حدود كارثة في اليمن نتيجة هذا القرار الشلبي متنسل أن أكثر من 13 إلى 15 مليون يمنيون يمنيون أقلون الضروب شبه مجاعة وفق التقارير المنظمات الدولية وعزيزتي مشكلة توقف حركة المسافرين وإغلاق المناثة البرية والقوية وهي موجودة حتى عندنا في ديازة لي رشت حلاً بل تعد كارثة بحد ذاتها ذلك هي مخالفة القانون والدولي بالتالي فإجراء إغلاق المناثة أمام اليمنيين ومنعهم من السفر الخارج تؤدي إلى تفاقم المشكلة وأصبح الوضع كارثي والذي يحمق المعاناة أمام اليمنيين الراغبين في السفر الخارج نتيجة أثناء ظروب حاكمية مثل الطلاب المتحدين بالدراسة بالخارج والمرضى والحالات الإسعافية ليست يا عزيزتي من الأخلاق وليست من الإنسان أن يترك مريض من طوق الفراش وهو يعاني أمور السوء الضروف المرضية نتيجة إغلاق المناثة البرية والقوية تحت مبررات لا علاقة لها بالمتضررين أو مبررات منع تهريف السلاة المليشية نعم محمد حدثني عن الخيارات المتاحة أمام أبناء تعز للسفر أبناء تعز إذا أرادوا السفر إلى الخارج ما هي الخيارات المتاحة أمامه وما هي المنافذ القريبة من تعز؟ والله يا عزيزتي الخيار الحل هو أمام الحكومة الشرقية والدول التحالب المفروض أنهم يعوا أن إغلاق المناثة القوية والبرية لا تعتبر خطوة لا تحفر أثناء الهتمام للحياة العالقة بالداخل وللعالقين بالخارج والذين يوجدهم تسهم تجعى عالقين أمام مطارات الحسر الشديد الدولة التعالق العربي يتعامل مع اليمنيين وكأنه بلد بدون سكان ولا يهمهم حياة الملائم من الناس العالقين في المطارات وفي المناثة العبور يعني المفروض أنهم يرفع القيود عن هذه المنافذ البرية يعني لا مقال ولا مخرج من هذا الوضع إلا برفع القيود عن هذه المنافذ العصار جوز هناك المنافذ يعتبر انتهاك للقانوة الدول المنساني إذا كانت أحد نتائجه لضرار بمصالح أرواح المدنيين وحينما تكون العاناة التي يتكبدها المدنيين تفوق المكاسف الحسكرية التي يتوقع تحقيقها من وراء الحصار إخلاق المناثة أمام المسافرين يا عزيزتي أي إنسان وصلت الفكرة محمد لحقوق الإنسان والقانون والدولين صحيح كني صنعاء وأيضا المناطق المجاورة رغم أن إغلاق مطار صنعاء أثر على مؤتمر الدولي ومشاركة في الحافل وتمثيل اليمن وتسلم الجائزة لكن ذلك تعثر أن السفر من الصنعاء غير ممكن وكما تعلمين عزيزتي أمال السفر إلى سيئون يحتاج لأكثر من 24 ساعة متواصلة حتى الوصول إلى المطار مطار سيئون ما يعني مشكة وتعب وأن كان أمامي في هذا المساح وهو مطار عدل لكن هناك الكثير من المخاطر الأمنية في الطريق بالإضافة إلى المخاطر الأسرية هذا العام أيضا فصلت أكثر من دورة الفيديوية كان من مقدر أن أشارك فيها وحللت أيضا من العديد من المؤتمرات التي تهمني وكما تدعيتي والمطار هذا أنا كحالة فردية ماذا عن المواطنين المرضى المتعافين آخر إحطائية لمزارة الصحة أفادت بأن هناك أكثر من 15 ألف مريض بحاجة للسفر للسفر للأولاد ماذا عن هؤلاء صفية أيضا أنت كان لكي منشور على صفحتك في الفيسبوك تحدثت أنك نتيجة للحصار وإغلاق مطار صنع فقدت الكثير من الفرص ربما حدثينا صفية عن تجربتك الشخصية حدثينا صفية أيضا أنت دورة تجربية خاصة بالصحافة حيثت منها كانت تجربة في الأردن في مطلع سمج سبتمبر ولكنني لمستطع الكثير وذلك سبب أغلاق مطار صنع نعم صفية هناك كان بين الحين والآخر حمدات من ناشطين وصحفيين طالبوا بتحييد المطارات والمنافذ الخاصة بالسفر عن الحرب كيف يمكن الضغط على الجهات المسؤولة لفتح مطار صنع وما هي الوسائل أمام المواطنين لأن يكون ضغطهم هذا ذا نتيجة نعم نحن مجموعة مجموعة من الصحافين والناشطين ومتضغرين من أغلاق المنافذ أجمنا بحلّث تفح مطار صنع ولكن لا حيات الممكنة لأن المتضغرين ومعثقين والمواطنين المدنيين لكن هناك أكثر من جحلة ستاند من مطار صنع نسمع محلّة من في أجواء العاصمة الينمية صنع طائرات مدنية لا يخلو أي يوم منها نحن نتضادرين نحن الأمام المتحدة المواطنين الدولي لا يجعل أي مسؤولية إنسانية تجاهنا مدامة هناك تفريحات لطائراتهم أرطنا يعبثنا بالمواطنين المدنيين نعم إذن صفية مهدي كنت معنا من صنع وانتي الصحفية كنت سعيدة أنك كنت معنا صفية في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام اتصال آخر شكرا لك صفية مشاهدين الكرام اتصال آخر هذه المرة من أب من اللواء الأخضر مرحبا بك عبد المعين البعداني مساء الخير النور عليك وعلى المشاهدين أهلا بك عبد المعين أنتم في أب ما هي المنافذ المتاحة القريبة من محافظة أب خلالك منفذ ضالع ومنفذ التعز يعني منفذ يأتي على محافظة لعج لكنها يعني أكثر المنافذ يعني مشددة نعم وما هي الصعوبات التي واجهها المواطنون في محافظة أب الراغبين في السفر سواء داخل اليمن أو إلى خارج اليمن هنالك صعوبات يعني في المستلاف عن نقاط الحوتية التي تقيمها في المحافظات القابعة تحت سيطرتهم وهنالك صعوبة حصل على التذكير في المطارات وهنالك صعوبة أخرى إذن عبد المعين البعداني كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا أنك كنت معنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام اتصال آخر هذه المرة من عدن معنا ناشط زيد العلائي مرحبا بك زيد مساء الخير مساء أهلا زيد بداية حدثنا عن مطار عدن هل يعمل هذه الفترة وهل يستقبل مسافرين من كافة مناطق الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أشكرك أختي أمال وجميع الطاقم بالغيف أهلا بك في البداية السؤال كان عن مطار عدم أنا بالضبط الآن الرحلات المستمرة في هذا اليوم أو فيما قبل في الأسبوع الماضي إنما على علم القانوات العالمية موضوع التوقف هذا أصبح شباح يومي أو شباح مستمر فالمشكلات كثيرة في المطار بس عندي مشكلات داخلية اللي ممكن نتكلم فيها يعني ما بتتكلمش في الموضوع حصار العام المسلا بتعرض اليوم بما يخص التحالف العربي بس بتتكلم فيه مشكلات داخلية في المناطق الجنوبية وبالأخص عدن التي أنا فيها معنا موضوع الجوازات إخراج الجوازات هذه مشكلة تؤرق المواطنين هنا في عدن وكثير من زملائي هنا في عدن للأسف لهم تقريبا سنة تخيل لي وقت عمل سنة وهم إلى الآن لم يتحصلوا على جواز سفر تخيل يعني حجم المصيبة والكارثة في بلد للأسف وفي حكومة للأسف لا تشعر في المواطن هذا نعم زيد أنا مقدرة الموضوع وسيكون لدينا حلقات في الأيام القادمة عن موضوع الجوازات ومشكلة الجوازات التي لا تنتهي ولكن حلقتنا اليوم عن المطارات والمنافذ والحصار المفروض على اليمن واليمنيين ومشكلتهم في السفر من اليمن نتيجة إغلاق مطار صنعاء وإغلاق مطار عدن المتكرر كيف المشاكل التي تحصل في عدن أثرت على مطار عدن ويغلق بين الحين والآخر كيف أثر ذلك على المواطنين الرغبين في السفر واضح التأثير واضح معيك الكرحة والمرضى لا يجدوا رحلات متوفرة وسريعة وإن وجدت للأسف تكون لأشخاص محسوبين وعبر واسطة معينة برضو معيك مشكلة السموها مشكلة المبالغ تقدمها شركة اليمنية بس الموضوع الجوازات التي اتكلمت فيها برضو هي مشكلة السفر يعني الآن المشكلة اللي يحص الجواز ما حصر مطار مستوع واللي يشتي أصلا يحص الجواز ما يحص في جواز فالموضوع كله مترابط كما بعض اتفق معك زيد ونعدك بأن يكون لدينا نعم زيد اتفق معك وأعدك بأن يكون لدينا حلقة إن شاء الله بأقرب وقت عن هذا الموضوع وستكون أن تضيف معنا في هذه الحلقة شكرا لك زيد أنك كنت معنا اليوم ونلتقي في حلقة الجواز مع السلام زيد إذن مشاهدين الكرام نختم مع زيد الاتصال هذه الحلقة ونذهب لمتابعة التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب إغلاق المنافذ برية إضافة إلى الصعوبات التي كانت على المواطنين الموجودين في المناطق البعيدة من المناطق والمنافذ المفتوحة والأيضة البرية والجوية هي نفسها شكلت عب زايد على نفس المنافذ المفتوحة هي مفذين الوديعة وشحن إضافة إلى مطاسعون شكلت ضغط متزايد ازدحام غير عادي مما اضطر إلى زيادة العمالة إلى عمور كثيرة جدا في هذا المحل بل حتى طوابير طويلة عريضة عشان يدخل الواحد إلى مثلا في عموم محافظات الجمهورية أو أغلب المنافذ اليمنية بشكل عام سبب لنا معاناة كثيرة من ضمنها صعوبة التنقر خارجين وداخلين بسلاسة زي أول يعني الآن تقطع مسافة طويلة جدا بحيث أن يشتوصل لمنفذ الوديعة المنافذ البقية تم إغلاقها وهذا زاد من مسألة الصعوبة لأن الطرقات أغلبها توقفت فزادت نسبة المعاناة كثير بالنسبة للمرضى المسافرين خارجين الدارسين خارج أصحاب المنح هذا عرق الأشياء كثيرة جدا ودرجة أولى كأنه حصر اليمن على نفسها بعيدا أن اليمن تكون عايشة أو موجودة أو منتعشة بشكل كبير هذا يعتبر أغلاق للمجتمع اليمني فوق للإغلاق الموجود أدى أغلاق بعض المنافذ الجوية والبرية في بعض المحافظات إلى صعوبة التنقل للمواطنين مما ازداد في الأعباء المالية على المواطن فأصبح التنقل بدلا أن يتنقل في ضرف 12 ساعة من محافظة إلى محافظة يضطر إلى قطع حوالي أضعاف المساحة المسافة لينتقل في خلال 24 يوم أو يزيد بما أنه كان قبل الأزمة وقبل 2011 يعني الواحد من صنعه إلى سيون لو انتقل بالطائرة على طول يعني نص ساعة ساعة إلى 4 يصل إلى سيون ويقضي أعماله ويريع في نفس اليوم لكن الآن يبغى له من سيئون إلى صنعه 24 ساعة أو يزيد المنافذ الجوية والبرية عند أغلاقها تسببت الكثير من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها من الحروبات والصراعات الدائمة طوال خمس سنوات الماضية ولا زالت مستمرة إلى الآن من ضمن الصعوبات التي يواجهونها المنافذ البرية عندما نتحرك من سيئون إلى محافظ أمانة العاصمة نمر بالكثير من النقاط التي نعاني منها وتأخر نحن لساعات طويلة بسبب التفتيش الدقيق والسؤال الكثير على الأشخاص متواجدين في الحافلات وهذا ما أدى لمعاناة الشيابة والأطفال والمرضى والمرضى الذين يتحركون للعلاج للعاصمة الله معاناة المنافذ طبعاً يعانوا معاناة قوية أغلبية المواطنين بسبب القواز أولاً لا يتوفر في مدينة تعز الكثير طبعاً يطلع لهم قوازات لا يقيدوا الآن افتهم لك خاصة المرضى أما الآن يعني معاناة التنقلات والوضع وارتفاع الأسعار افتهم لك يعني معاناة المنافذ كلها مغلقة طبعاً لا يقيدوا أي منفذ إلا منفذ الذي هو من عدن هذا بتاعة الغلق وارتفاع أسعار قوية طبعاً اختلاف الأسعار من ساعة إلى أخرى بسبب إغلاق المنافذ البرية والقوية نعاني معاناة شديد أنا كشخص مريض كانت أروح بطائرة للخارج اتعالى إذن مشاهدنا الكرام بهذه التصريحات نكون نصل وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر كل من كان معي في هذه الحلقة وكل من تفاعل معنا في هذا الموضوع والشكر أيضاً هو موصول لكم المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة والشكر موصول لكم من زميني معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي نشكركم على المتابعة مجدداً وعلى المشاركة ونلقاكم في حلقة قادمة إلى اللقاء